من جانبه قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فسيل نبينزيا إن القرار الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة لم ينفذ أوضح نبينزيا في تصريحات له عقب تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر أنه لا يوجد أي دليل على تحسن الوضع أو قرب وقف إطلاق النار مضيفا أن أي عنصر من قرار الأمم المتحدة لم ينفذ وتبنى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الماضي قرارا بشأن يوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع وذلك على ثلاث مراحل مع تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس ولم تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي لكنها امتنعت عن التصويت آنذاك محذرة من أن هذا القرار قد يبقى حبرا على الورق في القرار الأمريكي من قبل أمتنا نظري اشتركوا في القرار الأمريكي شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة